نعم استاذة رانا تتفضل السلام عليكم ازايك يا ام السيد فضل ونعم الحمد لله اتأل بس حضرتك على حاجة انا عندي دمس سع سنين عندك ابني دسع سنين او انا بتكلمني هو ممكن برضو من اللي تتفرج عليه وكده عن الموت وان هي خايفة انا بصراحة كنت بحاول اطمنها بس انا حشيت ان الردود اللي انا ربطت عليها يعني ما طمنتهاش او او ممكن افردها على الحلقة بتاعت حضرتك دي النهاردة اه وتكلميني تاني يعني ممكن كمان تاخد التليفون ونكلمها كمان يعني كل ده متاح كل ده متاح بصي اطلاق قاعدت تقولي انا خايفة يا ماما والصورة هبقى فيها ازاي الواحد يستعدين بالليل دلوقتي انا مش عايز اطمنك لكن عايز اقولك ان ده بيحصل يعني انا عايز اقولك ان ده حل كتير من اولادنا دلوقتي وده سببه حاجات كتيرة لكن الاحداث دي زي ما بتقولي كده اخرجت المسألة الى السطح لكن هي موجودة اه موجودة وبعدين يعني انا كنت زمان ما بقدرش افهم الاهالي بتسمع اولادهم الكلام اللي هما بيسمعوه اللي هو مليئ بالتداين الكم ومليئ بالوحش يعني مليئ مش بنعمة ان ربنا سبحانه وتعالى معنا لكن مليئ بنعمة مليئ بمفهوم ان ربنا متربص بينا اه عتعمل الزنب ربنا مستنيك عندي الزنب دوت وعي عقبك طيب طيب مفيش حاجة تانية ممكن تخليني احب الطاعة بيها ان الطاعة دي تفتحلي باب من باب محبة الله وان انا هبقى قريب من الله وان انا هحس بالامان وحس بالسكينة وحس ان انا موصول وحس ان انا مش عبد مرمي وحس ان انا ليه ايمة عند الله وحس ان انا غالي عند ربنا مفيش مش ممكن تقولي كده لا 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 انا لازم اقولك حاجات تخليك مرعوب الكلام ده قعد ناس كتيرة يقول لي يحصل يسخروا منه بيسخروا من ماذا من قلوب ناس نعيفة يا سادة استحلفكم بالله كان رسول الله يخولهم يتخولهم بالنصيحة يختار النصيحة اه احنا هنجي نكلم الناس لما يستهينوا ويتميعوا اه لكن ما ينفعش الرب الناس على ده لازم رب الناس على اللي ربنا ارتضى في تعريف الايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمنوا احدكم حتى يكون الله ورسوله هو احب اليه مما سواهما ده تعريف الايمان اللي رتضى الله ورسوله فبليه بتعمله كده الطريق اللي بينا وبين ربنا اسمه طريق الحب اه من الحب برضو ان الواحد يخاف من عدم رطح حبيبه فليه نفسد العلاقة ما بيننا وبين الله وبعد كده نيجي نتكلم عن النتائج والاثار الوخيمة اللي بتحصل ابتدي من دلوقتي كلمي اولادك من دلوقتي على ان الله سبحانه وتعالى يحبهم وما فيش مانع نكلمهم على ان احنا مودة معنى جديد ما نخافش وما فيش مانع على فكرة ان احنا نقول لهم احنا ما كناش عارفين واحنا عارفنا ما تخافيش ان الاولاد يفقدوا ثقتهم فيك لكن اما اظنش ان احنا مهم ان اولادنا ما يفقدوش الثقة فينا ما تنسبهم على المفاهم دي ولكن مش مشكلة ان هم يترعبوا من ربنا لا احنا اهم جدا جدا ان هم يكونوا وثقين في الله حتى لو عرفوا ان احنا بنتعلم زي ما هم بيتعلموا ما فيش مانع اه احنا بنتعلم زي ما اولادنا بيتعلموا ايه الاشكال في ده يرفع الله الذين امانوا منكم والذين اوتوا العلم دراجات يلا توكلوا على الله نعم